مباشرةً بعد الإعلان عن فوز ويليام روتو نائب رئيس المنتهية ولايته بالانتخابات الرئاسية في كينيا بنسبة 50.49% من الأصوات مقابل 48.85% صوت لخصمه الرئيس رايلا أودينغا اندلعت احتجاجات عنفة في بعض المناطق الكينية وهزت المظاهرات العديد من المناطق الشعبية في العاصمة نيروبي إذ تم إشعال الإطارات لإغلاق الشوارع والعديد من أعمال الشعب روتو الذي تعهد بجعل القدرة الشرائية من أولوياته ووعد بوظائف واعدة في بلد يعيش فيه ثلاثة أشخاص من كل عشر في فقر متقه كما أكد روتو بأنه سيتعاون مع كل القادة السياسيين غير أن أنصار أودينغا لم يتقبل ذلك ولم يخفوا خيبة أملهم نزاع قد ينتقل إلى القضاء ومخوف من تصاعد الإحتجاجات واستمرار أعمال العنف في كينيا لتكشف الأيام المقبلة المستورة ترجمة نانسي قنقر